صبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في يوم 14 أكتوبر وهو يوم القوات الجوية اللي بتحتفل به القوات الجوية تحديداً بعدها وإحنا بنقول عيد القوات الجوية لازم نروح نزور مدحف القوات الجوية زملتنا سالي سالم هناك بتعمل جولة ما بين أروقت المدحف وتكون معانا بعد قليل عشان تكلمنا عن بطولات وإنجازات القوات الجوية تحديداً في معركة المنصورة اللي احنا تكلمنا عليها في بداية حلقتنا تعالوا دلوقتي نروح لسالي سالم صباح الخير يا سالي صباح الخير يا أحمد عليك وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان صباح النصر في شهر الانتصارات المجيدة شهر أكتوبر وإحنا تحديداً بنتكلم عن 14 أكتوبر وهو عيد قواتنا الجوية وذكرى معركة المنصورة أطول معركة في تاريخ القوات الجوية واللي كبدنا فيها العدو خسائر كبيرة بعد حرب 73 إحنا موجودين تحديداً في متحف القوات الجوية بنتابع الأجواء الاحتفالية مع قواتنا الجوية في هذا اليوم واللي خليني أقول لك عدد كبير من الجمهور منتظر افتتاح المتحف أو بدء الفعلي لهذا اليوم وهذا الاحتفال بالتواجد مجاناً لشعب مصر لي وشارك قواتنا الجوية في هذا اليوم وخليني في البداية أرحب بدي في لواء طيار حسن محمد حسن أنا برحب ستكفن في البداية على شاشة التلفزيون المصري في برنامج صباح الخير يا مصر ما حدث في هذا اليوم وتفاصيل معركة المنصورة اللي بنحتفل النهاردة بذكرها وذكرى قواتنا والاحتفال بقواتنا الجوية أهلاً بيكم وكل سنة وانتوا طيبين الحقيقة النصر أكتوبر ملحمة تاريخية والنهاردة وإحنا بنحتفل بعيد القوات الجوية يوم 14 أكتوبر أحب أذكر في لمحة سريعة عن دور القوات الجوية يوم 14 أكتوبر أذكر حضرتك بأن الضربة الجوية اللي احنا قمنا بيها كانت 220 طيارة 220 طيارة ضربنا 20 هدف منها 3 مطارات ومنها 10 مواقع هوك ومنها مدفعين بعاد المدى ومنها مطار تمادة والميليز ورسوس راني بـ 220 طيارة فلكي أنت تخيالي أن العدو حاول بـ 120 طيارة ضرب مطار المنصورة وفشل في ضربها فشل ليه؟ الحقيقة هو ما ابتداش من يوم 14 أكتوبر هو حاول يضرب المنصورة ويدرب مطار أبوحمد ويدرب مطار الصالحية لأنها في مطار الصالحية كان في قوة ضربة لطيارات المقاتلات القسفة ومطار المنصورة كان في القوة الرئيسية المقاتلات التي تحمي شمال الدلتا وعمليات الجيش الثاني الميداني ومطار أبوحمد لأنه كان في النص وكان هو السرب الوحيد اللي بيسمى النهاردة في الأصور الحديثة من الطيارات متعدد فهو كان أول سرب لفكرة المتعدد 82 وكان متمركز فابوحمد ويستطيع أن يقوم بأعمال الهجوم الأرضي زي مطار الصالحية وأعمال الدفاع الجوي زي مطار المنصورة حاول العدو أن يضرب المطارات دي يوم 7 أكتوبر وفشل ويوم 9 أكتوبر وفشل ويوم 10 و12 أكتوبر يوم 10 أكتوبر نجح في ضربه لمطار محمد بقنابل إحنا ما كناش نسمع عنها وما كانتش موجودة حتى مع حلف شمال أطلانتي المطار الضرب بقنابل راح في فريق الإزالة عشان يتعامل معها فانفجرت فيه فالقنبلة اللي بعديها فريق الإزالة التاني راح وتحرك علشان يتعامل معها فانفجرت فيه فالحقيقة احنا قلنا ممكن تكون دي قنابل زمنية فنستنى شوية لكن الحقيقة أنا أتذكر الشهيد رائد عبد السميع كان قائد السرية فقال أنا حروح أشوف القنبلة الثالثة ما قدرش أنا تعليماتي أنه لازم الممر ده يتصلح في خلال أربع ساعات طب يا ابساميع يعني ده مش تخصصك قال لا لكن ده مسؤوليتي فخد باقي فريق الإزالة وقرب يتعامل مع القنبلة واستشهده ما فيش أعظم ولا أروع في الأداء من كده إنه علشان يفشلوا الضربة رجال سلاح المهندسين في الوقت ده في المطار عشان يفشلوا الضربة ضحوا بأروحهم وكان السرب طلع والمطار ماوقفش وطلع ونزل من الممر الفرعي اللي هو ما تضربش لأنهم كانوا معتقدين الممر الفرعي مش حنقدر نتعامل معه في الإقلاع والهبوط لأنه صغير جدا فحتى لما نجح في أنه يضرب الممر لكن فشل في تحقيق أهدافه من الأداء الرائع أجي يوم 14 يوم 14 الصبحية حاول يضرب الصلحية فتصدت له السرب 82 في محمد وتعامل معهم وأسقطنا ثلاث طيارات وأفشلنا الضربة على الصلحية الساعة 3 وربع ب120 طيارة أنا حكيت لحضرتك أننا عملنا الانتصار في الضربة الجوية الأولى بـ 220 طيارة فحضرتك تتخيلي أن المية وعشرين طيارة يعني حوالي 50% من القوة في مطار واحد مش في 20 هدف وفشل في تحقيق أهدافه حدي لمحة عن اللي حصل اليوم ده باشتراك 8 طيارات من أبو حمد للمعاونة في صد الضربة ففيه أنا كنت طاير في اليوم ده في إحدى الطيارات والمقاتلات العمل الرئيسي لها أنها تفشل الأول الضربة الجوية علشان ما يقدرش يضرب مطار المنصورة فأول ما شفنا الطيارات وابتديرنا نشتبك معاها هو تخلص من الحمولة لأنه هو حجم الاتنين إما يستمر علشان يبتدي ينشن ويضرب مطار المنصورة فيبقى صيد سامين ليا وسهل إما أنه حيتعامل معايا فالمقاتلات دايما عملها الأساسي وهو أنه يحقق النصر السريع بأنه ما حققش الهدف وهو ضرب المنصورة أنا حذكر وقعة ساعتها أنه أول ما شفت الطيارة الفانتوم وشكلت خطورة عليها وابتدى ساب الحمولة وابتدى أتعامل معاه فالحياء كان معايا طيار زميل ليا نقيب طيار محمد خيل مصطفى فعلى طول سرخ فيي وقال لي صواريخي حسن فأول ما قال لي صواريخي حسن عملت مناورة قوية جدا وفعلا كان فيه صواريخ دفاع أرضي سام بتحمي سماء المنطقة وإحنا طبعا بعد المناورة دي قدرت أنقص نفسي والطيار اللي معايا من أنا أصيب الحاجة الغريبة أني بعد ما نزلت من الطلع وقلت لمحمد خيلت له حقيقة أنت شفت الصواريخ في طايم مناسب له وكنت تأخرت كنا تضربنا كنا تضربنا قال لي لا أنا ما شفتش الصواريخ أنا كنت أقصد تحويل فيه سويتش في الميجو 21 بتتحول من مدافع لصواريخ فأول ما شفت الفانتوم خفت لحسن تنسى السويتش ده فأقولت لك صواريخ يا حسن يعني إحنا قمنا بدور كبير يا فندم والطيار المصري قدر أنه هو ينتصر في هذه المعرقة وصولا لهذا اليوم أنا بشكر حضرتك وخليني أتوجه لضيفي لنحكي أو نحكي لمشاهدين الكرام ونروي تفاصيل كيف استعادت القوات الجوية المصرية بعد حرب الاستنزاف استعادت قوتها لتنتصر في حرب أكتوبر المجيد ونروي هذه التفاصيل مع ضيفي لواء أركان حرب حسن راشد أنا برحب ستتك فاندم في برنامج صباح الخير يا مصر كيف استعادت القوات الجوية المصرية قوتها لتصل إلى هذا اليوم لنحقق العديد والعديد يروى في ذاكرة التاريخ داخل هذا المتحف كل سؤالهم الطيبين والشعب المصري آمن في سلام دائم معركة أكتوبر دي اسمها معركة الانتصار على اليأس والإحباط بعد ناكسة 67 أنا عايز أقول في مبادئ بتطبق إذا كانت في الناحية العسكرية أو الناحية المدنية هي حاجة هي وحدة هي عبارة عن إمام بالهدف تغطيط وتدريب بعد كده الالتزام والجدية وآخر حاجة تضحية المبادئ دي طبقت بعد 67 ويمكن يمكن دي اتحطت في جميع أفرع القوات المسلحة وليست القوات الجوية فقط دي بانت على طول أول حاجة الإمام بالهدف أن مصر كلها شعبا وجيشا وقوات جوية استرداد الأرض والانتصار على الأحباط ده كان هدف أساسي ده طبق حتى ابتدى بعد أيام قليلة من ناكسة في معركة راس العش لما قوات الصعقة المصرية استطعت الحاقة هزيمة ببعض القوات اللي حاولت تدخل على مدينة بورفؤاد بالرغم أنها متفاوقة عددا ونوعا بعد كده القوات الجوية في 14 و 15 يوليو سنة 67 أمت بضربات أدت لرفع الروح المعنوية في القوات المسلحة وللشعب المصري وأثبتت أن الطائر المصري لما يتيح له التدريب والتخطيط ممكن يأدي لما تولى قادة وضباط عباقرة مصريين خططوا لحرب 73 وللروح روح أكتوبر أنا بقول روح أكتوبر دي ابتدت من بعد 5 يونيو على طول خططوا اختيار اليوم بتاع المعركة العبور إزاي تغلب على الساتر الترابي إزاي 220 طيارة تطلع من مطارات مختلفة بسرعات مختلفة تخش في نفس الدقيقة تضرب جميع الأهداف المخططة لا ده تخطيط ده تخطيط ناس قادة قدروا يخططوا ويفجأوا لعدو اختيار اليوم المناسب كل الكلام ده مجاش بهضر لا جاب مجهود مجهود قوات مسلحة والشعب المصري بعد كده التدريب والتدريب ده كان بالدم كل الناس إزا كانت الطيارة كنا احنا بنطلع كطيارين جدد بعد سبعة وستين دخلنا الحرب على طول بتطلع الطلعة أربع طيارات بيستشهد واحد أو اثنين نرجع نخطط نشوف ايه الأخطاء اللي ارتكبت ويهي نقاط القوة قدام العدو اللي عند العدو وعندنا الموضوع ده خد وقت وده التدريب أنا عايزة أطبق ده على أي شاب دلوقتي حلمه أنه يؤمن بأنه حق هدفه يخططه يخطط أنه حيعمل إيه يختشادية إيه ويعمل وبعدين يتضرب كويس نيجي الالتزام الجدية ودي كانت شعار القوات المسلحة والله رحمه الفريق محمد فوزي ده كان مثال للانضباط والالتزام اللي انعكس على القوات المسلحة وعلى القوات الجوية وعلى الطيرين اللي أثبتوا أن الالتزام والجدية يجب فإن أي شاب عايز يعمل يأخذ المبادئ دي آخر حاجة تضحية الناس ضحت الشهداء اللي ضحوا يعني ضحوا بحياتهم في بعض المصابين بعجزاء من جسمهم كل ده عشان مصر أنا كنت يمكن من فترة بسيطة في مدينة الإسماعيلية وكان معي أولادي وأحفادي كنا بنتفرج على قناة سويس والسفن بتمر وفي نفس الوقت ناس في الضفة الشرقية بيتمتعوا في مزارع سمكية في زارع أقولت لهم بصوا اللي أنتوا شايفينه ده من خمسين سنة أو تسعة واربعين سنة ده نتاج شهداء ضحوا بأرواحهم عشان أنتوا تعودوا كده وتتفرجوا وتتعلموا وتروحوا النوادي وتتبسطوا ودلوقتي حتى الجيل الجديد من الطيرين ومن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية بتحارب ضد الإرهاب وبيستشهدوا وبيدوا روحهم لمصر للأجيال اللي جاية كل جيل بيسلم جيل هي دي هي دي الروح أكتوبر اللي لازم تستمر فيه للشباب اتعب جد خطط احلم الحلم ممكن ما تقدرش اتحققه من أول خطوة هتحققه التانية للتالتة عايز جيل الشباب ده يعرف أنه الأجلس اللي سبقيتنا زي ما احنا تعلمنا من الأجيال اللي أبليا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيب وجيش مصر بخير وطياري مصر بخير أنا بشكرك شكرا كليسا أنتو طيبين شكرا يعني روح التضحية سبيل والشهادة والدفاع عن أرض هذا الوطن هو شعار القوات المسلحة المصرية في هذا شهر شهر الانتصارات الكلمة تعود إليك أحمد شكرا لك سالي سالم والشكر طبعا موصول لضيفيك لواء حسن محمد حسن وأيضا لواء حسن راشد أبطال معركة المنصورة تحديدا وزي ما سمعنا بالعمل وبالتخطيط بتتحقق دايما الأهداف